أسألك سؤال و أنا عارف أن أنت غضبك زي غضبي زي غضب ناس كتيرة من الوضع الراهن يعني تحديدا أنت بقى غضبك على مستوى التحكيم فأطلن منك في الجزئة اللي جاي ديت و أنا عارف أن أنت راجل صريح يعني عارف أن أنت صريح جدا هل على مستوى التحكيم التعامل مع الأهل والزمالك تعامل خاص؟ بص حسب برضو أنا أقول لك بمتال الأمان الحاكم المصري زكي جدا اللي بيديره هو اللي بيوجه أنا لما أقول رئيس لجنة أتكلم حكامي و أوجههم و أقول لهم انزلوا على فكرة حاكم حاكم ننزل ملعب عايز يكسب طبعا عايز هو اللي يكسب هو اللي يكسب يعني من قرارات صحيح يعني أنا أكسبان أنا بقراراتي حاجة اللي يكسب زي مالك يكسب مش فارق معي يخسروا مش فارق معي القصة في الآخر أنا عايز أكسب لكن أنا كرئيس لجنة لازم أدي لحاكم قوته أكلم وأقول له هانزل اللي شوفه حسبه التوجه العام الناس بتحس على فكرة الناس كلها في الشارع بتحس والأنديها بتحس بالحس بالناس دي ناس دي تشتغل ازاي يتشتغل بتحكيم و كل واحد يحقه ولا همشيها حشان ألب رغبات أو أنجح اللي يمادي الناس تتباه هادية شوية هادية شوية الكلام اللي بيحصل ده و دايما تحسه بعد البيانات مش لنادي معاين على فكرة لنادي يطلع بيان تلاقيه بعد كده النادي ده بيتطبطب عليه بيحصل و أنا بكلم بمتالي وضوح دي خطيرة دي أنا بقولك بمتالي وضوح أنا واضح معاك و ده على فكرة معادي الكارسة أنا أضغط عشان أخد مصلحة اللي بعدها أنا واضح وصريح هاي والله يا كابتن جاد شكرا على الصراحة ده بيحصل يا جماعة لازم قوتك كاللجنة حكام وحكام أنا مش فارق معايا أنا زال قطر إلا شوفه حسبه أنا وارد أخطئ أنا ما شفتش بس طول وقت أنا من جوايا عايز أنزل حقق عدالة اسم الموالعة سبحانه وتعالى في الأرض العدالة حقق في المطشرة كابتن جاد تقال لك قبل كده ما تزعلش لأهل أو الزمالك ما حصلش بأمانة المتال الأمانة ما حصلش للي مش هقب لحد يقوله كده لا ما حصلش بصها كريم هقولك بمتال الأمانة الرؤساء الحكام اللي مسكوني عارفين أنا اللي إله في أهل و الزمالك حتى حاكم على فكرة ممكن يشجع الأهل أو شجع زمالك قبل ما يخش يمسك الصفار طبيعي أنا ما شجعتش أهل و زمالك قبل ما ممسك الصفارة دي حقيقة وكله يعلمها حتى رسل لجنة الحكام فمش محتاجين يتكلموني في حاجة حتى الحتة الصغيرة بجواك وإنت أصلا قبل كده شجعت أهل أو شجعت زمالك غصبا عنك في المالة ممكن تفتد معك في حاجة صغيرة ممكن تحسب وارد أنا عزب بعادل على فكرة حتى شجعت الأهل بكده ونزلت حكم المنشي الأهل عزب بعادل حكمت شجعت الزمالك بس ساعات يعني عشان أنت سنة متعاطف معرفة تلقائية كل رؤساء الحكام المسكوني عارفين أنا في حياتي قبل أمسك الصفارة وده عارفين من أهل بلدي قريتي عارفين القصة دي عمري ما شجعت أهل أو زمالك وبالتالي مش فارق معي أهل أو زمالك خالص ولا في حساباتي حتى في التحليل أنت تشوف التحليل أنا مولى فاني معي أهل أو زمالك طب أنت كحكم على فكرة أنا أشهد لك بدمية فيلمية من رؤيتي أن أنت كنت بتزعل أهل وبتزعل الزمالك عادي جدا يعني أنت لأي جمهور أهل يزعلان منه عشان أنت كنت بتاخد القرار حتى في التحليل وهجيلها بعد شوي بس حتى قال لك قبل كده أكابتن جهد باتهد على أهل أو يعني أكابتن جهد يعني الزاكة شوية في الحتة بتاعت الأهل والزمالك دي بص اتقلت لي مرة بعد شأنه مش عايزة أقول رأس لجنة أنت عم أنت زي القطر ما ينفعش ده لازم تبقى يهدى شوية وقتول لأ ما هاد إزاي إيه الفرق بين الأهل وآي فرقة تانية إيه الفرق بين الزمالك وآي فرقة تانية بفرقة قال لك أنت عمي زي القطر أه أنت عمي بتدوس طالع يا فاندم أنا لو هنزل للأهل ومش عاجب تحكيم أنا للأهل ما تنردينش أهل لو أنزل الزمالك وتحكيم أنا مش عاجب الزمالك ما تنردينش الزمالك حصرت معي لفكرة مع رئيس لجنة مش عايزة أسكر اسم حصرت معك إيه؟ مع رئيس لجنة مش عايزة أسكر اسم والكلام ده يعني أنت برحة شوية على الأهل والزمالك الفرق كبار ما ينفعش فأنا لأ أنا قلت له ولا فرق معاك هاي دي كارسي فرصة أن الأمور دي تتصلح لازم بص إحنا عايزين إحنا عايزين المطلوبات اللي جاي سريعة إيه؟ عايزين تحط كرة قوي جدا أكوى من الأندية صح قرات راضية على الكل صح محتاج لاجئة حكام ما بيبصش لأيين قوية قوة كوة غير طبيعية لأن الفترة جاءة محتاج كوة غير طبيعية من لاجئة حكام محتاج ناس تنزل على الأرض تشتغل بما يرضي الله عشان تنجح الكرة المصرية وتنجح تحكيم المصر الكلام ده محتاج ناس ما تفكرش كتير ما تحاولش تشغل يعني تشغل دماغك عشان تردي منه شمال لا اعمل الصح وعلى فكرة اللي مش رضي عنك النهاردة بقرة هيحترمك وزي ما قلت طول الوقت يا كريم مش مهم تحبني بس ده طول الوقت تحترمني ده مهم وده مش صعب هو مش مستحيل بس صعب أنا بقولك برضه عشان صعب لسه عايز ناس لعندها القوة الإرادة في الإدارة انت عايز تدير بالمنظر ده عشان تنجح الكلام ده على فكرة في تجارب موجودة في بلاد جيء حق جنبنا مش عارس كربلاد مش لازم إنجلترا أو إسبانيا لا 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 لازم ده عربية وبيتدير بالمنظر ده سواء اتحادات كورة أو تحكيم وبينجحوا النجاح غير طبيعي طول الوقت بحققين عدالة عدالة في كل حاجة لجنة الحكام محتاجة تحقق عدالة بين حكامها انت لو النهاردة مسك تنجد الحكام هتلاقي فيه ناس اصطف كبير جدا مظلومين طول ما انت ما بتعدلش من حكامك في توزيع المطشاط في المهام ده ياخد ده مش قصة بقى حب وكره العدالة المستوى هو اللي بيحكم هتلاقي كل الناس ربنا هيكلمك في الملعب على فكرة حكامك هو هدخال إن الموضوع فتاكة من حكم أو رئيس لجنة إن الناس انزلت في الملعب تنجح طول ما انت مش عادل بين حكامك اصطح الله ربنا رضيك في الملعب كرئيس لجنة أو كلجنة الحكام ده على فكرة بيحصل على الأرض والكلام اللي بيقوله ده على فكرة كل حاكم سمعني دلوقتي يعرف إن بتكلم في الصح ده واقع وموجود ولو ما وجهتش الواقع ده بمونتهى القوة مش هتقوم لك قوم من آخر يعني المختصة للمختصة ها ها ده حقي